السلام عليكم يا شباب. نبدأ ان شاء الله المحاضرة الربعة. تكلمنا المرة اللي فاتت عن حاجة اسمها العرفنا ان الباتري لو عندها فهي مش شرط تخرج كل ده. يعني انت لو شاري باتري بكتوب عليها هي ممكن تخرج ممكن تخرج اقل من ممكن نوصل عليها عشان نقرأ بقاتها نشوف هي كان لو احنا مكنش عارفين نلاقي بيرى اكتر من المكتوب عليها مسلا. يعني من الاخر كده عايز اقول لك ان عندي ثلاث حالات اول حاجة ان يكون للي مفتعة الباتري. يعني هي لو عليها عشرة تخرج لي عشرة. طب ده موجود ازاي? اجل القانون. لو لقيت ان الاي بزيرو يعني السيركت اوبن اول ار انترنال بزيرو. ساعتها هيبقى كام? يبقى امتى لما يكون اول سيركت اوبن? يعني السيركت اوبن لو انت مش فاكر يعني السيركت عاملة كده. ادي السويتش اهو. اوبن. خلاص. الكهرباء مش سينفع تمشي. لو الكهرباء خرجت كده. هتعدي ازاي في الهواء وتنطط الناحية دي. مش هينفع. يبقى يزين? ايمال اي بزيرو ايمال اي بزيرو. طب الحالة التانية. ان انا لقي والله اقل من يعني حضرتك شاري الباتري عشر فولت تدي لك تسعة تدي لك تمانية تدي لك تدي لك اي رقم اقل من كام? اقل من تن. طب وده بيحصل امتى? ده الكلوز سيركت لان لان في اكوال في بي مينس اي ار. فهي اكوال تن مينس حتة. مينس حاجة. اسمناها اي ار. او دروب ان فولتج انسايد زي باتري. فكلما ارتك اكتب غراية اللي هلاقي فاشنس بنجيبها ازاي? بقول لك في على في بي في مية. طب الجزء اللي بخسره. في اي ار على في بي في مية برضو. طيب. امتى بقى? وانها برضو المرة اللي فاتت? امتى الاقي ان اكبر من الباتري نفسها. يعني انت شاري تلاقي ان الباتري تحط عليها كده. توصل عليها زي ما شفنا المرة اللي فاتت. في تلاقي ان الريدنج اكبر من تين فولت. امتى? ده? ده لما الباتري تكون ايه? تكون شارجي وده اوريدي شفناها المرة اللي فاتت في 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 طيب. بص يا زي دي. موضوعنا عن الار انترنل. الار انترنل كارسة. تخلي المسألة تتحول والانسر ستبقى حاجة ايه خالص. الار انترنل اللي ام هلاقيها في المسألة. وده يبقى سؤال سهل. بس احيانا برضو بيكون تريكي. يا ام هتلاقيها بتساوي رقم. يعني ناط اكوال زيرو. طيب انا استفاد ايه لو الار انترنل بزيرو? والله الفي اكوال في بي. يبقى من هنا مستر اصل الفي اكوال في بي ماينس اي ار. فلو حضرتك عوضت عن الار بزيرو هنا. هتلاقي ان ليه القانون روح للحتة دي. ان ان الفي اكوال في بي. طيب ولو لقيت. ان الار انترنل موجودة يبقى في بي ماينس اي ار عادي جدا ما فاش اي حاجة. طيب. ده يفروا في المسألة ازاي? تعال نشوف بقى كده ايه واحدة واحدة. هتدي لك الاول سؤال كده دايما ببدأ بيه علشان اه اوضحك الفرق بين الحالتين. لو انا عندي باتري زي دي والار انترنل بتاعها بزيرو. ومتوصل معاها لنبة. وجنبيها مسلا بيقرأ يعني. وعندي هنا ايه? وهنا في سويتش. وممكن على فكرة دي تبقى ريوستاد. خليها ريوستاد. طيب. ونفس السؤال برضو هيبقى الناحية التانية. ار ايكوال زيرو. وبرضو عندي لمبة وجنبها اميتر. وعندي هنا ايه? ريوستاد. تعال نشوف الفرق في الاجابة مع ان هي نفس الرأس ما في نفس كل حاجة. الرجل اللي بيقول لي انا هقفل السويتش. ما يشعر سيدي. شكرا. وان كلوزن السويتش. وات والهابن. توزق اميتر ريينج. وات والهابن للبرايت نسبات اللام. بمجرد بس سمعيه في السويتش. يا جماعة ده ممكن يكون مسلا بتاعته بخمسة اوم مسرة. برقم. فبمجرد من اقفل السويتش احنا وصلنا الخمسة اوم دي بارل مع اللمبة بتاعاتنا. فعايز يعرف ايه اللي حصل لقراية الاميتر? وايه اللي حصل لإضاءة اللمبة? طيب. تعال نشوف. مبدئيا كده. انا استفدت ايه? ان استفدت ان اعرفنا من نقطة رقم تلاتة ونقطة رقم اربعة اللي قلناهم هو احنا بنشتغل على الحصة تالتة. قلتلك ان يعني من الاخر كده البطارية دي هتخرج لي كم? عزيم. هيروحوا فين? اللمبة دي هتاخد دي هتاخد اللي اتنين هياخدوا نفس اللي اتنين مع اللمبة مع الباتري اسف. اللي اتنين مع مين? مع الباتري. طيب عزيم. وبعد ايه? تعال نشوف كده الكارنت بيساوي كم? الكارنت اللي ماشي في اللمبة بتاعتنا. اكيد في على ار. اكيد. طب الفولت اللي على اللمبة بتاعتنا هو قيمته كم? انا لسا هيلك من شوي? بي بي. بتاعة اللمبة. ايه ده? بص كده. ده رقم سابت. و برضو رقم سابت. يعني ده وبردو ده ايه? ولا واحدة منه اتغيرت. هل انا لما قفلت السويتش بالعقل? هل لما انا قفلت السويتش ده? هل قيمة الباتري اتغيرت? استحالة. هل مقاومة اللمبة نفسها اتغيرت? استحالة برضو. بما ان البي بي بقت كونستنت. والار لامب كونستنت. يبقى الاي لامب برضو هو كمان ايه? كونستنت. يعني بالبرة دي كده? الفولت ما اتغيرش? والار يا باشا ما اتغيرتش? يبقى الاي ما يتغيرش. انهي اي ركز في كلمة كويس قوي. انا بتكلم على حاجة اسمها اي لامب. يعني اللي ماشي هنا. الازرق اللي انا بكتبه حالا ده. الاحمر ده خارج من هنا. خارج من الباتري. ده حصل له ايه? هنتكلم كمان شوية عليه. حيجي عند النور ديت ايه? يتقسم. حبة لونه مزرق. حبة لونه مسود. اللونه مزرق دول اي لامب. واللونه مسود دول تعني نسميهم اي ار. اللي مش هين في الخمسة قوم يعني. تمام? تعالنا ندرس مع بعض كده واحدة واحدة. انا عملتي لان ما قفلت سويتش. والله انا ما قفلت سويتش يا مستر وصلت مقاومة آه يعني انا لما وصلتهم بتاعت السيركيت قالت. فالكارنت التوتل بتاع السيركيت زاد. يا مستر ده. هو ازاي كارنت التوتل? ازاي كارنت التوتل يزيد. والاي لامب. يفضل زي ما هو كونستانت ما نغيرش. مهربية الكارنت لما زاد دخل هنا الجزء اللي كان دايما بيعدي في اللمبة. طب والزيادة راحت فين? مشيت في المقاومة الزيادة. دخلت في المقاومة الزيادة هنا. يعني تعالنا نفترض ان اللمبة دي كان بيخش فيها في الاول اتنين امبير. لما انت قفلت السويتش قللت وزودت تعالنا نقول ان هو زاد بقى تلاتة امبير. التلاتة امبير دول يمشوا كده. كده 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 كده. اول ما يجوا عند النقطة دي اتنين امبير يخشوا في اللمبة. هم هم نفس الاتنين امبير اللي كانوا في الاول. والوان امبير الزيادة تنزل تحت هنا في المقاومة اللي تحت. طيب ايه اللي يخلي كورنط اللي في الاول هو هو الى في الحانات التانية. يبقى اللي خلى الكورنط كونستانت ان الار انترنل اقوال زيرو. وبالتالي اللي هيخرج من الباتاري اقوال الفي بي. طيب. والمقاومة بتاعت اللمبة. ما ضايرتش. يبقى بيد لشان فبقى الكرنت هو هو. طيب. ولكن هل قالت عظبا مش انت دلوقتي قفلت فبقى هم اللي اتنين متوصلين اللي هي الريزيستنس دي والريزيستنس دي. اللامبة والريزيستنس اللي لاحت. فطبعا انت قللت. وطبعا زودت الكرنت التوتل ده كلام اجهيد. ولكن الكرنت اللي في الاميتر. اللي في البرانش ده. لأ ما حصلوش اي حاجة. طيب. نتكلم بقى لو انا عندي الار انترنل نوت ايكوال زيرو. الار انترنل نوت ايكوال زيرو. ده هيخلي الوتينشل ديفرنس او الوتينشل ديفرنس يبقى ايكوال في بي ماينس اي ار. يعني الولت هيعتمد على الكرنت. والكرنت بيعتمد على الريزيستنس. يعني لما حضرتك هتقفل السويتش هنا. الاركويفلنت هتقل والكرنت هيزيد. وبالتالي الفولت هيتأثر ولا اه. الفي ايكوال في بي ماينس اي ار. الاي ماله. زاد. فالفولت هي ايه? فالفولت هيقل. عشان الماينس ده. متنساش. رقبهم انفرس. والجراف كان عامل كده. ادي الفي. وهدي الاي. كان نازل كده. والسلوب كان نزل كده. والنقطة دي اسمها بي بي. صح الكلام ده رقا. يبقى هنا. البوتينشل ده اللي هو فيه انترنل. البوتينشل ديفرنس. بيتأثر بالكارنت. والكارنت بيتأثر. انما هنا في ناحية الشمال. انما الانترنل بزيره. الفي ايكوال كام? الفي ايكوال في بي. مع ان الاركويفلنت قلت والاي توتل زاد الى ان الفي فضل زي ما هو ايكوال في بي. انما لو في انترنل الاركويفلنت هتقل طبعا والاي توتل هايزيد طبعا ولكن الفولت برده هيقل. يبقى لما ارجع كده اكتب اي لامب ايكوال كام? اكيد في على ار. مقاومة اللامبة مطايرتش. ولكن الفولت اللي كان على اللامبة صغر. فالفولت لما يقل الاي تقل. يبقى الاجابة ان البرائتنس على اللامبة دي. البرائتنس اللامبة دي هيقل. الريدنج بتاعت الاميتر هتقل. اللي هنا اصلا هيقل. خد بالك مع ان مع ان الكارنت التوتل زاد. مع ان الكارنت التوتل زاد. هو كارنت زاد ليه? عشان ايه? قالت. فالكارنت التوتل زاد. ولكن الكارنت اللي هنا هيقل. تمام? ترى نشوف مثال تاني برضو او نفس السؤال بس هرسمه لك يعني. لو عندي هنا وهنا بقى في الريوستات. هغير بقى في تقيمته. وهذه الاميتر هو. وبقول لك ان الانترنل بزيرو. لو انا مسكت الريوستات. وعملت له انكريزنج الاميتر ريدنج كونستانت. زي ما هي. ليه? مو هي باشا الانترنل بزيرو. يعني طبعا الانترنل بزيرو. ده معنى ان ال في اكوال وانا عارف ان بتاعتي يعني يعني يبقى الاجابة طب بالنسبة لو كان هنا في اميتر ازرق جنب الباتري ده حصل له ايه? ده طبعا بيقى تعالى نشوف حصل له ايه? والله هنا لما زودت الريوستات زودت الاريكويفلانت. يبقى لما انا زودت الاريوستات الاريكويفلانت زادت وبالتالي كورنت التوتل قل يبقى الاميتر اللي ازرق الاميتر اللي ازرق قرأيته دي كريز طيب بالمرة الاميتر اللي احمر ده بقى اللي هنا ده سهل خالص مش انت زودت الريزيستنس اللي هنا يبقى طبيعي جدا الكرنت اللي هنا هي ايه? منطقية جدا. طيب ده علشان الار انترنل بايه? ده علشان الار انترنل بزيرو. عايز احلل نفس السؤال لو كان الار انترنل نط ايكوال زيرو. تاني ادي البتر ايه? الار انترنل نط ايكوال زيرو. يعني في رقم ادي الريزيستنس. عايز ارسم بس نفس الاميترز. اميتر اسود هنا. اميتر ازرق هنا. واميتر ريد. تحت خلص. بس بستخدم الوين عشان ايه? صحيه لعليك او انت قدر تفرق. ماشي دي. هتعمل ايه? دي اسمه ار. والله قال لي انا همسك الريوستات. مثلا احنا فوق عملنا في ايه? زودناه? اه نزودناه. تعال نزوده هنا كمان. تعال نزوده ريوستات. طيب مبدئين كده انا لما زود الار ريوستات انا بزود الار اكويفلانت. طب لما زود الار اكويفلانت الكارمت التودل هي ايه? هيقل. طب الفولت الترمنال اكوال في بي مينس اي ار. الكارنت ال فالفولت يزيد. يبقى الفولت هي ايه? هيزيد. طيب اه انا عايز الاميتر الاسود. تعال نشوف الاميتر الاسود اكوال اي في على ار. الار ما تغيرتش. يعني الار بتاعت الار بتاعت البرانش ده ما تغيرتش. ما يلنبه مسلا او ديفايس خلاص ليه رس انسا معينة. ولكن الفولت اللي عليه زاد. يبقى الكارنت يزيد. ببساطة جديدة جدا. نجد لجابة هنا ايه? انكريز. طب والكارنت التوتل ما احنا عارفنا خلاص. دي كريز. ليه الكارنت التوتل قل? علشان الاري كوالان زادت. ليه الاري كوالان زادت. لان هو قالك انا هزود ريوستاد. هو العلف اسوال كده. يبقى الاميتر اللي زرق. اللي هو اي توتل. تمام. تعال بقى نشوف الاميتر اللحمر. الاميتر اللحمر دوات برضو بسيط خالص. لان انت ببساطة برضو زودت فالكارنت عايقل. بس بكل بساطة. طيب. تعال نشوف ونناقش فكرة تانية وسؤال تاني. عندي هنا باتري اللي بتاعها بزيرو. وعندي هنا الامبة اسمها ايه? او سي. توصلها مع لامب تانية اسمها بيه من خلال سويتش كي. والاتنين دول سريس مع لامب دي. عايز اعرف لما اقفل السويتش. ايه اللي حيحصل لاضاءة كل اللامبة. تانية اسمها بزيرو يبقى اوتوماتيك الفيك والفي بي. على طول. طب بالنسبة للامبة ايه? ووصلها كي مركز معي اللامبة ايه وصلها في بي. لانها بالباتري. فانا متأكد ان اللامبة ايه? مش معنى يا مستر. مصد انت لما تقفل السويتش. هتوصلهم بالباتري. يعني قلت. يعني هيزيد. طب انا مالي. ما الفيك والفي بي كده كده مصدر. مش فرق ما في حاجة. مصبوط. يبقى الكارنت الكارنت اللي هنا اللي اسمه مثلا اي وان. تعال نسمي ده اي توتل. ونسمي ده اي وان. ونسمي ده اي 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 تو. بعد كده اي سري واي فور مسلا. تمام? اي سري واي فور. فالكارنت الاي وان ده. الكارنت الاي وان ده ايه كل كام? في على ار. اللي هو الفولت اللي على اللمبة ايه. بقى اللمبة ايه. طب ما الفولت بتاع اللمبة ايه هو في بي اصلا. انا مش داع بقى غيرت الريزتنز غيرت الكارنت هو في بي بي بقى ايه? الفولت ما يتغيرش. عظيم. طيب تعال نخش بعد كده على ايه? على اللمبة ده التانية. طبعا ان عمر ما هيسارك على اللمبة سيه. لان اللمبة سيه ما كانتش منورة. وبقت منورة. لان هي ما اصلا ما كانتش موجودة. كان السويتش بتاعها كده. كان كانش فيه اصلا كيه. كانش فيه حاجة هنا خالص. كانش موجود اساسا. وبعد كده ايه? اوجدناها. او شغلناها. وبالتالي اللمبة سيه نورت. في عمر ما هيسارك عليه. طيب انا هايز اعرف بي و دي. معلش هجاوبك على دي الاول عشان سهل. ركز معاي في دي كده ما بابست خلص. مش انت لما فعلت السويتش هنا ووصلت دول فالار بتاع تالفرع ده كله. قلت. صح. فالكارنت ايه? فالكارنت. زاد. مش كده? فالكارنت في الفرع ده زاد اللي هو اسمه اي تو. يعني اي تو زاد. يبقى اضغط اللمبة دي اللي ان مين هيعدي هنا? اي تو و اي تو زاد. يبقى اضغط اللمبة دي. يبقى مقامة الفرع اللي تحت ده كله? المقامة في قلت. لانه وصلت. فالكارنت فيها يزيد. وبالتالي اللمبة دي اضغطها تزيد. ماشي يا سيدي ايه كمان? تعال بقى نخش على الجزء الاخير اللي هي اللمبة بي. اللمبة بي عندي ليك طريقتين لشرح. القايته في الاول او كان ماشي في الفرع ده عمتا. كان بيعدي في اللمب بي بس لان اللمبة دي مكنتش موجودة. دي مكنتش موجودة خالص. لكن اللي كان بيعدي هنا كان بيخش على طرure اللمبة بتاعت اللي هي اللمبة بي ثم اللمبة دي. ويرجع هنا ويكمل تريوه يقابل هنا ويكملو على فوق. تمام؟ دلوقتي لأ ده انا وصلت لها كمان لمبة تانية. فالكارنت بيتقسم. فممكن اقول لك ان الكارنت اللي في اللمبة دي اللي هو نسميه اي سري الكارنت اقل. هو بيتقال اضافة اللمبة تقل. طيب دي طريقة. الطريقة التانية. انا لما وصلتهم الار قلت. الار هنا قلت. فالزلط هنا يقل. فالدغط قل. مش كده ولا ايه? طيب انا لما قفلته السويتش وصلت مقامتين يعني الار قلت. ايوة مستر بس الكارنت لما يقل الاي بيزيد. برافو عليك. مساح صح. بس فكرة الكلمة اللي كنت بقولها لك الاي ولا الار اللي السرع اكتر في الوي كنت بقولك دايما الوي تسمع كلام الار. فزي ما الار قال الوي تقل. فلما الفول تقل برضو اضاءة اللمبة تقل. اخترت الطريقة اللي تعجبك واعتقد الطريقة الاولانية اسهل انت تفكر فيها. انك تقول لي اوة ده الكارنت يتقسم فبالتالي اضاءة اللمبة تقل. دي طريقة. في طريقة تانية عايز اقولها لك لازم تبقى انت برضو شايفها. كزو يا جماعة واندي معي في الحتة دي عشان ايه? مهمة. لازم تقف اهمها. هنتكلم على او بتارية يعني. ايدي اللمبة ايه? و ايدي اللمبة بي. و ايدي اللمبة. سي. انا بقول لك الانترنل بزيرو. تعالا نعمل بسيط كده للايه? لكل اللمبة وصل لها كام فولت. طبعا دي متوصلة ببارل مع الباتري على طول فدي اكيد معها في بي. خد بلك ان اللي اتنين دول مع بعض وصل لهم في بي. لان هما الاتنين بارل مع الباتري. او بارل مع اللمبة اي? واللمبة اي بارل مع الباتري فكلهم عليهم في بي. طيب هما الاتنين مع بعض متوصلين في احنا متفقين ان في بيتقسم. فهتلاقي ان وطبعا لهم هتلاقي ان اللمبة دي خدت مني. دي واحدة. هتلاقي ان اللمبة دي خدت مني نص الفي بي. ودي خدت مني نص الفي بي. ايما لا كان معي الفرع كله اخت كام? ده ياخد نص وده ياخد نص. ده لهم ايدنتيكل. تعالا نشوفها تاني. بس بعد ما قفلنا السويتش. وبقى عندنا اتنين مع بعض لنبتين مع بعض. اللي هي بقى سي. يبقى دي دي زي ما هي. او خليها سي زي ما هي مسلا. ودي بي زي ما هي هي. بس حطينا واحدة كمان ايه? بارل. انا قلت لك ان ان انا قللت دي هتاخد كام? دي لسه هتاخد زي ما هي في بي? ده طبعا زي ما احنا نفس المسألة الانترنت بزيره. فدي هتاخد في بي. طب هل بقى دلوقتي الفرع كله ده واخد في بي? اه طبعا. سؤال. اقسمه ازاي? انا دلوقتي بقى عندي ايه اصلا? بقى عندي هنا. نص ار. وريزيستنس ديني جنبها ار. مش دول لو خدتهم بالرل تبقى ار الاتنين. وكلهم عليهم حاجة اسمها في بي. ادي دي كام? ودي دي كام? بالمنطق كده. ها. واحد عنده عشر سنين. والتاني عنده خمس سنين. لازم هادي ده مضاعف ده. من اللي عنده عمره مضاعف ده. يبقى ازا دي هتاخد وان وفر سري في بي. ودي هتاخد تو اوفر سري في بي. الارقام دي انا مش هزا كتعرفها. انا جبتها منين? اعتبرت ان عندي تلات سري هاف. هاف وهاف وهاف. هاف من هنا. واتنين هاف من هنا. يبقى عندي كام هاف? تلاتة هاف. قمت اسم الفي بي. على تلاتة. طلع لي. ونظر السري في بي. فعرفت ان النص الار تاخد نص في بي. انا ميهميش الكلام ده كله. انا اهمي انك تفهم ان دلوقتي اللمبة بي. بقى عليها كام? اللمبة بي. بقى عليها واحد عالتلاتة في بي. واخد بالك في اول المسألة لما كانت لوحدها. كانت واخدة كام? كانت واخدة نص في بي. ولما وصلت حاجة معها اللي عليها قال بقى واحد عالتلاتة في بي. وطبعا اللي واحد عالتلاتة اصغر. جربت كالكليتر. اللي واحد عالتنين لها تلاتة هتلاقيها تلاتة اصغر بكتير. فالفولت بيقل. انا كده باثبت لك بس في الجزئية دي انا باثبت لك ان الفولت بيقل وبالتالي الكارنت اللي هنا اللي مشى في اللمبة بتاعتنا هيقل وبالتالي اضاءة اللمبة تقل. تمام? طيب نرجع بقى تاني معلش كده لملزمة. عملت لك سؤال جواء حداشر ديفايس. حداشر ديفايس. علشان قلم لك كل الحال اللي ممكنه. السؤال بيقول لي ايه اللي هيحصل الاميترز? يبقى الراجل معترف ان الاريوستات هتزيد. يبقى الاريوستات هتزيد. يبقى الاريوستات هتزيد. يبقى الاريوستات هتزيد. طيب والانترنل اخبارها ايه? اه انترنل بزيرو يبقى ال في ايكوال في بي وانا مغمط. تعالى بقى نجاوب على ديفايس ديفايس. يلا بينا. بالنسبة الاول ديفايس معنا لقى اميت الرقام واحد. والله اميت الرقام واحد. ايه ريتو? ها? هتقل. طيب ليه? مهلا كان هزود الاريوستات اللي فوق ده. هلا كان هزود الاريوستات ده. فلما يزود الاريوستات في دارها هتزيد في دارها تزيد في في يبقى ده. طب في وان ده متوسل على الباتري اصلا. فبيقرر في بي ماينوس اي ار يبقى بيقرر في بي. يعني انت لو غيرت في اي او غيرت في الار انا مليش دعوها انا ايكو الفي بي. هي ايه ايه كونستنت. نطلع فوق شوية. اللمبة اللي في الفرع ده. عليها فولت بكام عليها في بي. يعني فولتميتر رقام اتنين بيقرأ ايه? بيقرأ الفي بي. يعني هو كونستنت. بطريقة تانية مش النقطة دي. هي هي النقطة اللي هنا. والنقطة دي هي هي اللي هنا. يعني فولتميتر رقام واحد هو هو فولتميتر رقام اتنين. نفس القراءة يبقى برضو كونستنت. او يا سي دي بص. بي وان كونستنت بي تو كونستنت. وقلنا اميتر وان دي كريز. همسح بس عشان ايه? الدنيا متبقاش زحمة. طب بالنسبة الاميتر. ما هو الاميتر ده? بيقرأي اصلا. في على ار. وانا قلت لك ان المقاومة بتاعة اللمبة اتغيرت? لا. ايه اللي اتغير? الريوستات. فالار كويفلانت اللي اتغيرت. انما اتقار اللمبة نفسها ما اتغيرتش. في الفرع ده. خلاص الار ما اتغيرتش. الفولت ما اتغيرش. والاي ما اتغيرش. يبقى اي تو برضو كونستنت. خلاص مش? نيجي بقى الكلام اللي فوق. بص يا سيدي. مش انت مسكت الريوستات ده? وزودته? يعني الار بتاعة الفرع ده كله زيادت? يبقى كرنت الفرع كله يقل? صح ولاقة? يبقى اكيد اكيد وانا مغمض. اميتر رقم تلاتة. دي كريز. واكيد اميتر رقم اربعة دي كريز برضو. مهور الفرع ده. اللي واحده كده قامته زادت. لان انا زودت الريوستة لفوق. عليته لفوق. في الاميتر هيقل? يبقى اميتر تلاتة اميتر اربعة خلصت منهم الاجابة دي كريز. طب اه فولت ميتر تلاتة. ما هو فولت متر تلاتة بيقرأ اي في ار. في الفرع ده الكرنت اللي داخل هنا اقل. فاكيد الفولت هيقل. لان مقامة اللمبة دي سابتة. فالاي قل فالفولت يقل. يبقى فولت ميتر تلاتة دي كريز. حلو الكلام. حمس عبرده عشان الدوشة دي كلها. مش. ايه كمان? نغش بقى في التفاصيل. فولت متر رقم اربعة سهل خلص. فولت متر اربعة ايكوال اي ار. الريوستات زادت. ولكن مستر الكرنت هيقل. اه بس الفولت هيسمع كلام الار. يبقى فولت متر اربعة هيزيد عشان الريوستات زاد. يبقى في اربعة. طب نيجي لفولت متر خمسة. فولت متر خمسة بيقرأ ايف ار. الار دي سابتة انا متبصر على لامبة. فالار سابتة. طيب والكارنت القل هو الكارنت القل ليه? عشان هو زود الريوستات. فالفولت خمسة هيقل. ها في خمسة دي كريز. عظيم. كده ما فاضل لناش غير فولت متر ستة وفولت متر خمسة. بس يا سيدي. فولت متر ستة هو الفولت في المنطقة دي اصلا. حصل له ايه? الفولت في كل الحتة دي حصل له ايه? الفولت هنا زاد. ليه? لان زادت. فالفولت بيسمع كلام الار فالفي بتزيد. يبقى برضو. لو انت اخد بالك. الدرع ده واصل هنا والدرع ده واصل هنا. يعني هو برضو بيقرأ الفولت اللي في المنطقة دي. فبردو في سيكس انكريز. طبيعي. عشان الفولت في المنطقة دي كلها زاد. لان الار هنا زادت. طيب ماشي. هاتل اميتر خمسة. هو اميتر خمسة مستر في على ار. الار بتاعتي بتاعت الفرع ده سبت. الفولت نمبر سيكس زاد. يبقى كار منترقب خمسة زاد. يبقى في طريقة تانية فاكرا لما قلت لك من شوية. طريقة اللي انا مش بيحبها. ان الكارنت هنا. اللي بالله ازرق. اكيد حصل له ايه? لان الار هنا زادت. يبقى لازم الكارنت اللي فوق يزيد. دايما عكس في بعضها كده. لو واحد قلت تاني يزيد. لو واحد قلت تاني يزيد. لو واحد زادت تاني يقل. طيب. شوف المسألة تانية. يعني عيد الفيديو بتاع الحتي تاني وتفرغ اللي هي واحد عادة. ولي مش فاهم اقول لها مش فاهم ديفايس رجم كزا. طيب تعالي نيجي. للمسألة. هنا بيقول لي عندك تردق كل هم نفس المقاومة خلاص. عايز يعرف ايه اللي يحصل فمعليش كده انا لسه ما وصلتش. انا لسه ما قفلتش سويتش. تعالي نعمل انا لسه مع بعض كده لازم عنا من شوية. دي هي وصلها كام? مش لنبا تانية توز ايه يعني? لما تتوصل اللنبا دي هتاخد كام? هتاخد لانها مع الباتري. لانها مع الباتري. ارسمها هنا لو ما كانها مش عجبك وملغبطك ارسمها هنا يا سيدي. مش فرق. عشان تبعين ان معها يعني. خلاص? يبقى عليها طيب والجزء ده يبقى الجزء اللي ده كده? هياخد وجزء العشمال هياخد برضو انا كلامي كله على الناحية اليمين. او بيسنع اللمبة بي ايه? مش الجزء اليمين كده كده هياخد وهم لبتين دي هتاخد نص دي هتاخد نص. انت لما قفلت السويتش القلت لانك وصلت فالكارنت اكيد زاد. حقول لك يا حبيبي ايوة بس علشان يعني لقى بقى ايه? ليه اصلي سواء فالت فتحت ما همينيش. عليت الكارنت قللت الكارنت قللت الغار زودت الاية عملت ايه كان عملت ايه? هو طيب تعال نحل نفس السؤال ولكن هيكون عندي ايه زادت نجلكتد يعني الار هنا لا توسيه الثورو. طيب هنا بقى معلاش ثانية واحدة ترمى في الار انترنال يبقى الفي اقوال في بي ماينس اي ار. انا ما بقى في السويتش الار كويفلنت بتقل. فالكارنت بيزيد ولما الكارنت بيزيد اه الفي بتايه? بتقل ترمى الفولت اقل يبقى اكيد اضاعة اللمبة هتقل. سؤال لبعده. بيقول لي هنا لما قفل ده ده دي ودي لمبة لها اكيد. ايه اللي هيحصل نسبة اللمبة? لو كانت لها انترنل اوكي اول هو الباتري لها انترنل يبقى انا كده كده لما قفل السويتش هتقل فالكارنت هيزيد هتقل عشان همصها البراليل لأ فالار بتصغر فالكارنت هيزيد طب مال في اكوال في بي ماينس اي ار. شو كده ولا ايه? طيب والاي زاد فالفولت يقل ولما الفولت يقل اضاءة اللمبة يبقى ده كريز طب ولو ما كانش لها انترنل ام لو كانت الانترنل بزيرو انا بردها مستر لما قفل هتقل وبرده كرنت هيزيد ولكن ال في اكوال في بي يعني الفولت كونستانت فالاضاءة تفضل زي ما هي. سأقل لها وبعد الفولت زي ما هو. رغم ثلاثة سواء لماذا شارك خالص باللي احنا قلناه هناك ده سواء العادي جدا يعني كان مفروض حط فوق في بيقولي. يبقى كابتن ده عنده مقاومة بخمسمائية وشافناها بكده احنا ما بعض اكتر امر متوسع على من عرف عش وفي اميتر جنبهم هناكده الاميتر ده بيقرى او بوينت او وان امبير. او بوينت او وان امبير. وبيقولي ان الفولت ميتر بيقرى تلاتة ذولت. ماشي. هاتلي مقامة. الريسنزي. الاريك والفي على اي. والفي اللي عليها بدارتة هو الايل. نايس نجيب الكارنت اللي هنا. مستر ما هو بقو بوينت اوان لا لا لا. كارنت اللي برا هنا هو اللي بقو بوينت او وان. انما الكارنت اللي ما يجي هنا عند النقطة دي بيقسم. حب تحت وحب فوق. احنا بقى عايزين نعرف اللي تحت ده بكام. طب انا ممكن نجيب اللي فوق. عشان اعرف ان الداخل او بوينت او ام. واقدر احسب ان اللي فوق تلاتة على او او تلاتة على او بوينت او سيكس. يبقى في فوق كام? ممكن بس نمسح الدوشة دي. يبقى في فوق او بوينت او او سيكس. يبقى اللي حمر ده كام? يبقى هنا في كام? الباقي. نعمل ده مينس ده. هيطلع لكام او بوينت او فور. يبقى ميش هنا او بوينت او. او فور. ونعوض. هيطلع لكام. سبباية خمسين. الجزء التامي من الحصة هنتكلم انه رضا على حاجة اسمها او حاجة اسمها ان هو يديني في السؤال. نقطتين وهجيب ما بينهم. او يديني نقطة معينة ويقول لي هتلي البوتينشل عندها. مسال مسلا عشان بروض انت متخير انا بقول ايه? حاجة مسلا زي كده. رسمة الموقع ده زي دي. يقول هتلي البوتينشل بين ايه? مسلا وسي. هتلي البوتينشل في اي سي او في اي اي. او مسلا اه من بي لحد دي. من بي دي. ممكن. تمام? او مسلا يرسم لي رسمة زي دي كده. ويقول لي هتلي البوتينشل عندي بي هتلي البوتينشل ما بين الفرق بين النقطة دي والنقطة دي مسلا. يبقى في حاجة اسمها البوتينشل اتا بوينت والبوتينشل بتوين تو الله. عشان اشرح انا محتاج حاجة اسمها بولاريتي. بص ازي دي. البولاريتي انت عارف ان الشرطة الطويلة في الباتري بوزيتف شورجد والنيجاتيف هي الشرطة رقصة يرى. دي كده اسمها البولاريتي. طب بالنسبة للريزيستنس. الريزيستنس انا عارف ان الكارنت اللي فيها بيتحرك من الهاي بوتينشل للو بوتينشل. فدايما الكارنت بشوف هو جاي منين? وبكتب عند الحتة اللي هو جاي منها. ده بالنسبة ده بالنسبة الباتري. خلاص ده اللي انت محتاج لعرفها حتى نرجع بالسؤال. نرجع للشرح بتاعنا. فانا لو عندي رسمة زي كده. ده الناجاتيف ده الشرطة القسيرة. حطيت ناجاتيف عنده. بسيطة. آآ دي الشرطة الكبيرة حطيت عندها تمام. الكارنت ماشي كده. فاول حاجة يبيلها عندي هنا البوزيتف ده المنطقة اللي هكتب عندها بوزيتف دي المنطقة اللي بعد هكتب عندها ايه ناجاتيف. طب عشان تجيب لي البوتينشل من ايه البي. عشان تجيب بقى البوتينشل من ايه البي اعمل ايه البوتينشل من ايه البي هتمشى من عند النقطة ايه. لحد موصل عند النقطة بيه. اول ساين بشوفها بكتبها ناجاتيف. طب الفولت في الريزيستنس عبر عن ايه? ايه. طب وانا ماشي قابلت ساين تانية مليش دعو بيها. انا باخد اول ساين تقابلني من الكمبوننت بتاعي. الريزيستنس بتاعتي. عليها ايه? اول حاجة ناجاتيف. اكتب ناجاتيف اي ار. انت كده اخدت البوتينشل اللي هنا خلاص. اللي في المنطقة دي كلها اللي هو في الريزيستنس. نخشها الكمبوننت اللي بعده. اول حاجة قابلت اكل بوسطف. بوسطف. دي باتري. اكتب في بي في اي ولا بي بي بس? في بي بس. اللي انتبعنا في بي في اي ده. هيبقى باور. في في اي ده باور. هنتكلم برضه عليها في كارشوف. يبقى هيكون مستر هو ممكن يطلع الانسر معي بالبوسطف ونوك يطلع معي بالنجاتر. اولي تنصح. مفيش مشكلة. طيب بالنسبة البوتينشل اتا بوينت. البوتينشل اتا بوينت لازم يرسم لك الرسمة دي في المسألة. الرسمة دي بنسميها اول ايه بقى قصة دي? ده زيرو فولت. كنت في ايه مسلا بات ماشى من النقطة ايه لحد ما اوصل عند طيب البوتينشل قبل قبل اني كم حاجة قبل اني مقامة واحدة بس. البوتينشل عندها بكام? ما هي رزيستنس يبقى اي ف ار. بوزيطف ولا ناجتف لانا وانا ماشي كده اول حاجة قبلتني الناجتف فاكتب ناجتف. طيب انا عايز بتاع الايه? عايز بتاع النقطة بيه. النقطة بيه. ايكوال البوينت اللي اسمها بيه هيكون بتاع الباتري اللي هي الباتري دي? طيب وانا واقف هنا لحد ما وصل للنقطة اللي هي عدت على ايه? على باتري واحدة. خلاص اشان اول حاجة قبلتها كانت الناجتف. تمام? دي بس غلطة ما ببقاش هباب دي بي. دي بي مش 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 ايه. قصد يعني الفولت بتاع البوينت بي. هيكون ايكوال كام? ناجتف الفولت الباتري دي. تمام? وهنشوف امثلة على الكلام دل بعد من خلال الحال. تعال نشوف كده مسلا سؤال رقم تسعة وعشرين. بيقولي هنا انا عايز طبعا ممكن يجيبه ازاي? عندي كان باتري اتنين عكس بعض. دي بتزقه كده ودي بتزقه كده يبعا عكس بعض. يبقى فور ماينس تو على الهي كان وان وفايف وتو يعني 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 خلاص جبنا الكارنت. طب الكارنت هيمشي ازاي? من الكبير من الكبير الاربعة. بس يبقى الكارنت ماشي كده. ماشي عكس الساعة. انت كله كويس. طيب. رقم اتنين. قال لي هاتلي ما بين النقطة اي وما بين النقطة بي. فين النقطة اي اهي. فين النقطة بي اهي. امشي من النقطة اي لحد النقطة بي. طب ما مستر لازم حط مزبوط. تعالى نحط ماشي ازاي? كان ماشي كده. هيقابل هنا والنجاتف هنا. عشان دي طب والباتري معروفة. الشرطة الطويلة الشرطة الصغيرة. يلا بقى نروح نكتب. لما اتحرك من النقطة ايه للنقطة بي. وانا مشي كده. اول حاجة هقابلها اكتب طب دي ايه? يبقى ايفا ار. واحد. واحد في ربع. تمام? طب وبعد كده قابلت ايه? بعدها قابلت بتاري. طب بتاعها ولا بتاعها? قابلت بتاعها. يا انا مشي كده. قابلت بعد كده بتاع الباتري. اكتب مينس. فولت الباتري ايه كام? اتنين. خلاص اكتب مينس اتنين. خلاص وصلت لحد النقطة دول مينس هك الكليتر هيطلعلي. طي اللي انا عايز ما بين من PV لحد ايه? من سي لحد ايه? همشي من سي لحد ايه? او من ايه لسي? طب عندي كم طريق? بص قمعين. بص عندي كم طريق. ممكن واحد يمشيها كده. من الالسي. وده صحة مش غلط. ممكن واحد يشغل دماغوي يمشيها كده. وده اسهل طوام بكتير. تعال نجرب الطريقتين ونشوف هيتطلع فحالة نفس الانظر. نعملها في اللازر الاول. طبعا انا محتاج احطي. يا الله بينه. حطي الاول. الكارنت مشي ازاي? الكارنت خارج من الباتريق قوية. يعني ماشي كده. فطبيعة هيعبلي على الهنا والنجاتف هنا. كده ينزل كده. يخش كده. هيعبلي هنا والنجاتف هنا. كده يكمل طريقه. فيعبلي هنا والنجاتف هنا. ده بالنسبة للباتري. طب هو بالنسبة للباتري. الشرطة الكبيرة والشرطة صغيرة نيجاتف. الشرطة الكبيرة والشرطة صغيرة نيجاتف. يلا. نتمشى بقى من ايه لحد سي. لما تمشى من ايه لحد سي. اول حاجة هقابلها قدامي. النيجاتف بتاع الريزيستنس دي. نيجاتف. اهو. واحد في ربع. بقى كده مينس الباتري. مينس اتنين. بقى كده البوزتف بتاع الباتري التانية اللي هي دي. فاكتب بوزتف اربعة. بقى كده نيجاتف الريزيستنس دي. يبقى نيجاتف ايفا اهو. اتنين في ربع. واكتب كل الكلام ده على الكالكريتور واشوف هيطلع لي كام. احسبها لك حالا. مينس فور. مينس. طلع معي على الكالكريتور واحد وربع. طب اللي هنا مش يبقى من الطريق التاني. الطريق الاحمر اللي هو لا تحت ده كده. واصرع لي بكتير طبعا لان هيبلني مقاومة واحدة. هيكون كام? وانا مش هقابل اول حاجة البوزتف. بوزتف. طب ما دي يبقى ايفا ار. يبقى خمسة. فورب. هتلاقي بارلو طلع معك وان بوينت وينتي فايف فولت. يبقى انا باخد خد بالك اول اشارة تقابلني من الكمبوننت بتاعي. اوكي? ده كان الجزئية بتاعت بوتينشل اتا بوينت او بوتينشل بتوين تو بوينتس.